اشتركوا في القناة وعلن أردياد عب حسابي على تويتر انضمام صهرولي إلى صفوفه لتدعم خط وسط الفريق الذي أنهى المرسم الماضي محتل للمركز الرابع عشر في دور روشن الساوري المحترفين بعد صراعي من أجل البقاء ولم يلعب صهرولي سوى مبارك واحد مع النصر خلال المرسم الماضي وكان ضد الاتفاق في الجولة الأولى وخسر العالم بنتجة 2 ل 1 كما دخل محمد صويق قائمة النصر مرتين في مباراتين الفتح أبا لكنه لم يشارك أعلن نادي أردياد السعودي التعاقل بشكل رسمي مع لاعب خط وسط النصر السابق محمد صهرولي ورحل صهرولي عن النصر بداية من المرسم الماضي حيث منح المدرب البورتغال لويس كاستو الدور الأخضر الاستغلاء عن اللاعب البالغ من عام 19 عاما وعلنها أردياد عبر حسابي على تويتر انتمام صهرولي لصفوفي تدعيم خط وسط الفريق الذي أنهى المرسم الماضي محتلا المركز الرابع عشر من دور روشن السعودي المحترفين بعد الصراع من أجل البقاء موسيقى موسيقى